الى الفجيرة حيث استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمكتبه بالديوان الاميرية اللاعب عمار السدراني من نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة والفائز بالمركز الاول بكأس رئيس الدولة للرجال للموسم 2021 بحضور رئيس مجلس ادارة النادي الدكتور عبدالله البركت واعضاء مجلس الادارة وهنأ سموه البطل الفائز والفريق على الفوز المستحق منوها بتوجهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة بدعم كل المواهب وتقديم كل ما يلزم لتحقيق المزيد من الانجازات بدوره توجه اللاعب الفائز عمار السدراني بالشكر والتقدير الى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعته الدائمة واحتفائه باصحاب الانجازات الرياضية من امارة الفجيرة